خل بالك انا بقول لك انا بقول لك حاجة انت بتقول ان Hilfe والد صح هو ه đã كابتن ابراهيم نور الدين حكمنا الدولي اهلا بك يا كابتن ابراهيم تعال فضلنا الاجتباك ده زالك كابتن ابراهيم نور الدين اهلا هتجيب لي حاجة ربس القرود جاهزة قامل إيه يا گكك وقامل إيه صوت طيبية القرودك فين أنا جيت مصني عليه ده بتتكلم أجف يا بعزينة ده ورين عم أنا لبقي كانت أصفر وأحمر اليهارده ده أصفر ده أحمر pen ده حم da r долларов gai ayer يا أهلا عيلو ولكنت دخلت قاتل كابتن سيد على طول عشرين بعد جدا جدا كابتن سيد من الناس المحترمة اللي بنحتز بيها يعني لنا عشرة كبيرة جدا مع بعض وكابتن الأكرامي أستاذنا طيب وكابتن أيمان سيد جدا أنا موجود معاك ومشكرك على الدعوة كريمانية طيب إحنا إذا حضر الماء بطل التايب كابتن إبراهيم نور الدين موجود معنا عايزين نسأله في كل حاجة تخص التحكيم عشان زي ما قلت جبنا واحد من أهل البيت اللي هو راجل بيحكم راجل في المنظومة وآخر مباراة لأهل والزمالك حكمها إبراهيم نور الدين خدت كم في المطش ده فلوس مش مش كلا بعشان الحسد اللايحة اللايحة بتحكم مصري طب يعني 70 ألف دولار راحوا النهاردة مين دفعهم ولا مين خدوا لا بص يا كابتن خلينا نتفق اتفاق هو إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إن يحصل تطوير للتحكيم إحنا عايزين نضرب أمثلة عشان خاطر بس الموضوع ما يبقاش محتقن إحنا نبدأ بس من البداية كده نبدأ بالكابتن أكرامي أكبرنا سناً وما آمن حبيبي إحنا عايزين يا كابتن أكرامي إحنا بنتكلم مش عايزين نتجي عايزين نطلع النهاردة من الحلقة إن إحنا مستفيدين والرأي العامي استفيد والليجان تستفيد والناس اللي موجودة مسؤولة عن المنظومة والحكام نفسها الحكام عارفة الكلام ده وبالنادي بيبقى أنا فترة كبيرة جداً هضرب مثل بالنادي الأحلي تمام؟ وأتمنى إن كل سياق كلامنا محدش بعد البرنامج ياخدوا في السوشيال ميديا إن أنا بهاجم أو إن أنا بتكلم أنا أنا بضرب مثل بالأهلي وبالزمالك إن هما قد باقي الكرة مصرية وإن هما فترة كبيرة جداً عندهم تطويره وإحلاله وتجديد ثراؤهم النادي الأحلي في فترة من الفترات كانت كابتن سيد تقريباً مدير الكرة في الفريق تقريباً؟ مش متذكر سيدة من زمان يعني من فترة كبيرة يعني تمام مخدوش الدور وكان فيه مجموعة لعيبة سنهم كبير تمام؟ كابتن وقل الجمعة والكابتن سيد معاوض وكابتن براكات وخلاص بابا فيه إحلال وتجديد بابا بين الفريق الإحلال والتجديد دوت استحالة يكون فيه فرقة فيها تجنس بتلعب سبعة وتمن وعشر سنين مع بعض ولما حرق تجي تغير هتدخل عليهم خمس ست لعيبة هيبقى يقدوا بنفس الأداء أو هيجيبوا نفس البطولات هنتطر إن إحنا نصبر عليهم فترة لحد ما جابوا خمس ست هستعمل يعني تشبيه بالحكام أنا الحكم ده زي زي اللعيب وقدرت التحكيم زي قدرت الأندية إن إنت لما بتعمل إحلال وتجديد لازم يبقى عندك أخطاء حضرتك وكابتن أيمن وانتوا مسؤولين في الأندية اللعيب اللي بيخطأ وكابتن أكرم اللي كان مدرب حراس مرمى لفريق كبير النادي الأهلي حراس مرمى بيغلط بيقوم على الخط ويعمله نفسيا ويطبطب عليه ويحياءه وتاني يقوم في التدريب أو اليوم اللي بعده بتعمل يا كابتن أكرم بتصلح له خطأه طبعا مرة واثنين وثلاثة وطول السنة بتشتغل عليها شتور مستوى إنت الحكم إنت بيغلط غلط مصر كلها بتقوم عليه مفيش تطوير لمستوى مفيش إمكانيات مادية للظروف الاقتصادية اللي موجودة والميزانية اللي موجودة في اتحاد الكورة مخصوصة للتحكيم شوف حضرتك النادي بيصرف كام على المعسكرات أنا مش عايزين نقول على أرقام اللعيبة يعني احنا مش هنقول إن اللعيبة يتساو باللعبين إن احنا من المنظومة إنت لعيب محترف أنا محترف إنت مدير كورة محترف أنا مدير كورة محترف مدرب محترف